بين مطرقة الفكر الطائفي وسندان الانهيار الأخلاقي تحشر ميليشيات الحشد الشباب العراقي وتعمل فيه أعتى آلة التدمير الفكري والمجتمعي لتخرج جيلا يجمع بين القرينين طائفية مقيتة وانحلال أخلاقي إنها أسوأ أسلحة يستخدمها المتآمرون على الشعب العراقي اسم ميليشيات الحشد طالما ظل مرتبطا بالتهجير والاعتقال والقتل الذي تعرضت له محافظات العراق في نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالا بنادق موجهة لقتل المدنيين وفي بغداد ومحافظات أخرى ملاه وصالات قمار لجمع الأموال على حساب إفساد ثقافة الشعب وتدمير منظومته الأخلاقية ففي بغداد وحدها تدير الميليشيات الطائفية عددا من النواد الليلية تصل إلى أكثر من سبعين ناديا كما أكد سياسيون فعلى سبيل المثال للحصر فندق عشتار وفلسطين والمنصور ميليا لقاء إيجار سنوي قدره مليونان ونصف المليون دولار للصالة الواحدة صالة القمار التي تديرها ميليشيا الحشد غير مرخصة وتمارس عملها خارج القانون ولا يستطيع عناصر الأمن متابعتها ولديها تراخيص بحمل السلاح من وزارة الداخلية وتقف خلفها عصابات تتاجر في الموبقات من قبرص وتركيا وروسيا ولبنان رواد هذه الصالات هم سياسيون فاسدون ضالعون بتهريب النفط والمخدرات والسلاح ورأوا فيها محطة لعمليات غسيل الأموال هي تجارة مدمرة لمستقبل الشباب العراقي تكسب من ورائها الميليشيات ملايين الدولارات شهريا وتضاف إلى سجل تلك الميليشيات الموصوم بسرقة ونهب مقدرات البلاد في جميع المجالات بدءا من سرقة لقمة الطعام المخصصة للنازحين وانتهاءا ببيع جغرافيا العراق كاملة للإيرانيين مقابل سك تبعية موصوم بحبر العار والخيانة ترجمة نانسي قنقر